مكاملين لقاءتنا كابتل وسامة ونضمننا نجمة اخر من الفريق يعني النهاردة عبد الرحمن عماد النحاس عبد الرحمن مبروك الفوز الاول والنهاردة بقى يعني تغيير مركزك متعودين ده منك بتلعب راس حربة النهاردة بتلعب في مركز المساك اول مبارا لك تقريبا في المركز دوت شاف التغيير ده ازاي؟ والله يعني انا بدأت من اول المسلم اخبتنا علاق وخبت محمد صلاح هم اتكلموا معي بشكل كويس جدا اللي انا بتغيير مركز يعني انا بقى لي كتير جدا بقى عبطار في مرعب فهم شافوني الكورتي كويسة في طرف المرعب وكده فاللي هي هتجيد معي في الدفاع وكمان هم اتكلموا معي وقالوا لي هندي لك شغل اللي هو عشان تطورني في المركز وهم شافوني اللي انا ان شاء الله هبقى حاجة محترمة بعد كده يعني اكيد انت كنت تعرف ان محمد عب منام او حد احكالك في القطاع كان في البداية مهاجم وممكن اعتقد التغيير المركز ده كان نقلة كبيرة في حياته ده عمل لك دافع ان ممكن المركز يجي ده يا خيمان يوديك في السكة تانية اكيد يعني اي حد برضو يعني تغيير مركز كده بيديله ودفع اللي هو عايز يعمل حاجة في الوقت يعني انا مسلا انا قدامي ان شاء الله سنتين عايز احط هذا في المنع في الفترة اللي اللي دي اطلع فرستيم ودفع يعني الفرستيم اللي انا بقى موجود معه يعني بجانب طبعا التدريبات في الملعب وقطاع هنا انت عندك مدافع كبير معك في البيت كابتن عماد بيقولك ايه والله كابتن عماد بديه يعني هو الصراحة هو اللي بدي معايا من السنة اللي فاتت هو اللي قال لي ايه رأيك نلعب مدافع فاختر رأيي الصراحة ويعني ايه وشافني ايه الارتحية لي بس وانا هو وفيت الرأي وبدأنا الحمد لله بعد كده هو بقى سلملي لخابتن علاء وخابتن محمد صلاح يعني كده هم كملوا الطريق وان شاء الله يعني هكون يعني حاجة قويسة معاه وان شاء الله وابقى دفع عليهم ان شاء الله الفترة اللي جاية شكرا عبد الرحمن ودايما موافع بإذن الارتراين شكرا عبد الرحمن و Croat شكرا عبد الرحمن واصف شكرا عبد الرحمن واضح